لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أعزائي المشاهدين أبرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أمن العقل وعنوان حلقتنا هو توحيد ابن حجر يخالف ويختلف عن توحيد المرسلين وإحنا زي ما نقلنا في الحلقات اللي فاتت أن ابن حجر قال أن الجهمية والمعتزلة مبتدعة في تفسير التوحيد وتفجئنا أن ابن حجر وقع في نفس البدعة مش كده وبس لكن ابن حجر وقع في الإلحاد لما فصر التوحيد وبكده شفنا أن نتيجة المعادلة اللي قلناها بقى الإيمان بالله بن قسين الإرجاء زائد أفعال الله بن قسين الجبرية والقدرية زائد صفات الله بن قسين الجهمية بتساوي التوحيد بتساوي الإلحاد أو باختصار التوحيد بيساوي الإلحاد عند ابن حجر وخلينا كمان نشوف مع بعض الكلام ده هيأكدهن الشيخ أحمد الحزيمي في الفيديو اللي جديد أو الشأن كذلك فيه في هذا الزمان في أيدي أناس جهلة وفي خزائن الكتب الموقوفة صارت فيه في الرفوق يعني فلم يرتفتوا إليها فرجعوا إلى ما كان عليه من قبله ممن مضى من الممتدعة وكثر الشرك في القرى والأمصار وصاروا لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل صفات الرب والإلحاد فيها فصاروا كذلك حتى نسي العلم وعم الشرك والبدع إلى منتصف القرن الثاني عشر تبي لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعر لأن التوحيد عند الأشاعرة ليس هو توحيد المسلمين هذا الأصفر لا تخاف ليس التوحيد الذي يدعيه الأشاعرة هو التوحيد الذي عند المرسلين قال رحمة الله تعالى لا يعرفون من التوحيد إلا ما تدعيه الأشاعرة من تأويل صفات الرب والإلحاد فيها فصاروا كذلك حتى نسي العلم وعم الشرك والبدع إلى منتصف القرن الثاني عشر وزي ما شفنا الشيخ أحمد الحزيمي بيقول أن التوحيد عند الأشاعرة تأويل صفات الرب والإلحاد فيها وأن التوحيد عند الأشاعرة ليس هو توحيد المسلمين ولا اللي جه به المرسلين وطبعا ممكن أي شخص تابع الحلقات اللي فاتت يقول أن كلامنا ده كان كلام مجمل وحكم عام لكن إحنا هنفصل أكتر ونتكلم عن أنواع التوحيد عند ابن حجر وزي ما وعدناكم وعودناكم أننا بنقول من كلام ابن حجر نفسه وهنبدأ بكلام ابن تايمية في مجموعة فتاة وابن تايمية كتاب العقيدة كتاب الأسماء والصفات وباقي المرجع قدامكم بيقول أن الأشعرية الأغلب عليهم أنه مرجعة في باب الأسماء والأحكام جبرية في باب القدر أما في الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من أتجاحهم طبعا ابن تايمية يقصد عقيدة الأشعرية والكلام ده شرحنا في الحلقات اللي فاتت إذن عقيدة الأشعر هي عبارة عن مرجعة زائد جبرية زائد جهمية بتساوي عقيدة الأشعرية والعقيدة هي التوحيد والتوحيد هو الإيمان بالله يعني إيمان بذات الله أو الإيمان أن لله ذات طبعا الذات لازم تكون ذات فعيلة وهذه الذات لازم تكون بصفات إذن عقيدة الأشعرية أو التوحيد عند الأشعرية زائد زائد أفعال زائد صفات بيساوي التوحيد اللي هو بيساوي عقيدة الأشعرية اللي هي بتساوي إيه مرجعة زائد جبرية زائد جهمية وابن حجر قال حرفيا زائد زائد أفعال زائد صفات بتساوي التوحيد وعشان نتأكد من الكلام ده هنروح لصحيح البخاري كتاب التوحيد باب ما يذكر في الزات والنعوت وإسامي الله وفتح الباري بيقول لنا قال ابن بطال وطبعا لما بيقول لنا كلام ابن بطال يعني يوافق عليه قال ابن بطال أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله والثاني يرجع إلى صفقة إما به كالحي والثالث يرجع إلى فعله كالخالق وإحنا هنا بنلاحظ إن نانوان الكتاب كتاب إيه؟ كتاب التوحيد إذن ابن حجر أكيد هيتكلم عن التوحيد وفعلا بين الكلام ابن بطال ورح قال لنا إن ابن بطال قال إن أسماء الله تعالى على ثلاثة أنواع أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله والثاني يرجع إلى صفقة إما به كالحي والثالث يرجع إلى فعله كالخالق إذن التوحيد اللي تكلمنا عنه زاد زاد أفعال زاد صفات بتسوي التوحيد بيقول إن ابن حجر كالتالي كما نقلوا عن ابن بطال وطبعا موافق عليه زاد زاد صفات زاد أفعال بتسوي إيه التوحيد أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله زائد الثاني يرجع إلى صفقة إما به كالحي زائد والثالث يرجع إلى فعله كالخالق هتسوي إيه هتسوي التوحيد زي ما هو عنوان كده في البخاري وزي ما وعدناكم في بداية الحلقة إن إحنا هنتكلم بالتفصيل عن التوحيد عند ابن حجر وهنسبة التقسيم اللي قسمناه قبل كده زاد زاد أفعال زاد صفات بتسوي التوحيد والمعالة التانية اللي قدمها ابن تايمية مرجئة زاد جبرية زاد جهمية بتسوي عقيدة الأشعارية وهنتكلم عن ذات الله أول حاجة في المعادلة يعني توحيد ذات الله والإيمان بذات الله وهو عبارة عن إرجاء وهنرجع للحلقات عن الإرجاء اللي قبل كده ونوضح إزاي الإرجاء ممكن يكون في التوحيد في الحلقة رقم 56 كانت بعنوان المرأة المسلمة مرجئة شفنا إن ابن حجر وهو بيقول في زهيل بخاري كتاب الإيمان باب قول النبي بناء الإسلام على خمس بيقول إيه فتح الباري بيقول كده أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو إقرار فقط الإيمان يعني هو بيقصد إيه يقصد الإيمان بالله والإيمان بالله يعني إيه يعني بذات الله واللي هو أهم ركن في التوحيد إذن الإيمان بالله فقط باللسان وده اللي أكدنا من خلال كتاب تعظيم قدر الصلاة للعلامة المروازي بيقول كده قال أبو عبد الله وقد جامعتنا في هذا المرجئة كلها على أن الإكرار باللسان من الإيمان طيب فين العقيدة؟ هل الإيمان بالكلام فقط؟ طبعا ابن حجر بيأكد أن التصديق يعني هو الاعتقاد بيسوي العقيدة في صحي البخاري كتاب الإيمان باب قول النبي بنية الإسلام على خمس بيقول كده في فتح الباري والإيمان لغة التصديق وشرعا تصديق الرسول فيما جاء به عن رب وهذا القدر متفق عليه وزي ما نقلنا من كتاب تعظيم قدر الصلاة المروازي العلمة محمد بن ناصر المروازي بيقول ومن أعظم حجج المرجئة التي يقولون بها عند أنفسهم اللغة وذلك أنهم زعموا أنت الإيمان لا يعرف اللغة إلا بالتصديق وزعم بعضهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب وقال بعضهم لا يكون إلا بالقلب واللسان وقد وجدنا العرف في لغتها تسمي كل عمل حققت به عمل القلب واللسان تصديقا وبكده أصبح الإيمان عند ابن حجر بذات الله يعني إيه؟ قول ذات تصديق طبعا العمل مش بيدخل في الإيمان وعشان كده قلنا أن ابن حجر مرجئ ونقلنا كلام الشيخ البراق وبيأكد الكلام ده فالشيخ البراق قال إيه؟ هذا مبني على أن الإيمان هو التصديق وأن العمل ليس من مسمى الإيمان وهو مذهب المرجئة وهو باطل وطبعا إحنا بنلاحظ كلام الشيخ البراق الإيمان بن قصين تصديق بدون عمل بيساوي إيه؟ مذهب المرجئة في سؤالين هنا طيب السؤال الإيمان هيكون بإيه؟ غير الإيمان بالله والإيمان بالله لا يكون إيمانا بدون الإيمان بوحدانات الله السؤال الثاني هل الإيمان بوحدانات الله تكون بدون عمل أم لابد من عمل هنشوف ابن حجر هيرد على السؤالين دول إزاي وعشان نعرف جواب السؤال الأول ويقول كده والإيمان بالله لا يكون إيمانا بدون الإيمان بوحدانية الله هنروح نشوف الإجابة في سحيل بخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى فتح الباري بيقول لنا وقال أبو قاسم التبنيمي في كتاب الحجم التوحيد مصدر وحد وحدة يوحد ومعنى وحدت الله اعتقدته منفردا بذاته وصفاته لا نظيرة له ولا شبيه ومعنى وحدت الله بنكوسين يعني اعتقدته منفردا أي أمنت بوحدانية الله وهفكركم بالسؤال الثاني هل الإيمان بوحدانية الله تكون بدون عمل ولا لابد من عمل ابن حجر مذكرش أي عمل لما ذكر الإيمان بوحدانية الله وطبعا ابن حجر كل مرة يتكلم عن التوحيد لا يذكر الأعمال عشان كده الشيخ البارك قال وتفسير التوحيد الذي ذكره الحافظ إلى أن يقول يعني لم يتعرض فيه التوحيد العبادة الذي هو المقصود الأعظم من شهادة لا إله إلا الله وكانت الخصومة فيه بين الرسل وأمامهم شيخ البارك بيقول لنا أن ابن حجر لما تكلم عن التوحيد ما تعرضش لتوحيد العبادة وده أصلا المقصود الأعظم من توحيد لا إله إلا الله وطبعا توحيد العبادة ده بيكون عن طريق العمل زي إيه زي الصلاة والزكاة والصيام وغيره من الأعمال يعني ابن حجر بيقول أن التوحيد مجرد اعتقاد فقط بدون عمل أو عبادة ودلوقتي أنا ألخص لكم حلقة النهاردة إحنا شفنا بمعادلة بسيطة أن التوحيد عند الأشعارة معناها الإلحاد وأن بمعادلة الإيمان بالله بين قسين الإرجاء زائد أفعل الله بين قسين الجابرية والقدرية زائد صفات الله بين قسين الجهمية بتساوي التوحيد بتساوي الإلحاد وابن تايمية رح قدم لينا معادلة أخرى وقال مرجئة زائد جابرية زائد جهمية دي بتساوي عقيدة الأشعارية وابن حجر قدم لينا معادلة زائد زائد أفعال زائد صفات بتساوي التوحيد وإحنا هنتكلم بالتفصيل عن كل من زائد الله وأفعاله وصفاته فأول شيء تكلمنا عنه زائد الله والإيمان بزائد الله عند ابن حجر أن الإيمان بيكون بالقول والتصديق فقط وبدون أعمال وبكده الإيمان بزائد الله فيه إرجاء والمفاجأة ابن حجر مش بيقول كده وبس لا قال إن التوحيد عبار عن الإيمان فقط والشيخ البراق رد عليه وقال إن مفهوم التوحيد ده خطأ لأنه لم يتعرض لتوحيد العبادة وهنشوف نتيجة الكلام ده في الحلقة الجاية وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعومة بين عقل المساء